السلام عليكم كنتم بنا تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم الفيديو بأحسن الأحوال اليوم سنشارك معكم فطائر رائعين عجين اللي ناجحة بدون دلك وبدون أي مجهود خفيفة قطنية وهشة إلا تجربتوها فغاديشكون هي الوصفة المعتمدة ديالكم اللي غاديش بقوا دائما تجربوها وبالنسبة لحشوفة اقتصادية بسيطة بزاف والديدة فغادي ندوزو دابا باش نشوفو المكونات والطريقة ديال تحضير فغادي نبدو أول شيء في تحضير العجين بالنسبة للمكونات ديال العجين عندي نصف كأس ديال حليب دافئ مع نصف كأس ديال الماء دافئ ملعقة متوسطة من السكر حبيبات مع ملعقة متوسطة من الخميرة الفورية وغادي نحرك هذي المكونات وغادي نخليهم تقريبا جوج أو ثلاثة ديال دقايق كتفاعل الخميرة مع الحليب والماء ومن بعد غادي ندف باقي المكونات فبعد جوج ديال دقايق كيولي الخلط بهذا الشكل هذا غادي ندف له نصف كأس ديال الزيت ملعقة صغيرة من الملح وعندي حبة ديال البيض غادي ناخد البيض غادي ندفه الخليط وبالنسبة للسفار فغادي نحتفظ به لتزيين غادي ندمج هذي المكونات وغادي نضيف الدقيق تدريجيا بالنسبة الكيمياء ديال الدقيق فغادي تبقى على حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندك فهذا الخلط هذا خدالية ثلاثة ديال كؤوس ونصف يعني انتو ما غادي ندفه في الاول ثلاثة ديال كؤوس ومن بعد إلا حتاجيتو فغادي ندفه أكثر دائما فنوعية ديال الدقيق كتختلف كي اللي كي شرب وكي اللي ما كي شربش بالنسبة لهذا الخلط فاخدالي ثلاثة ديال كؤوس ونصف بالضبط فهنا نضيف ثلاثة ديال كؤوس ومن بعد غادي نحط هكا هاد العجين فوق سطح العمل وغادي ندفلي ها نصف كأس ديال الدقيق حتى غادي نحصل على عجين بهذا الشكل هادا بالنسبة للعجين فكي جير طب كيف ما كتشوفو فغادي نغطيه بالبلاستيك الغدائي وغادي نخليه حتى كي يضاعف الحجم دياله فهد الوقت هادا غادي نوجد الحشوة في مقلات درتل قليل من زيت الزيتون أو زيت النباتية فغادي بقى على حسب الدوق والرغبة وضفت بصلة متوسطة هكا اللي مقطع قطع صغيرة مع القليل من الملح وغادي نشحر البصلة شوية من اللي كتنزل غادي ندفلي ها اللحم المفروم كنخلي هاكا هاد الكفتة كتشحر مع البصل وغادي ندفلي ها توابل بالنسبة للتوابل فغادي ندير القليل من الفلفل الأسود الكوركم الزنجبيل والفلفل الأحمر وقصبر ومعدنوس بالنسبة للحشوة فكتبقى دائما اختيارية فممكن تديروا أي حشوة على حسب اللي متواجد عندكم فملي كتشحر هاكا الكفتة مع البصل فغادي ندففلافل ملوانة عندي هنا فلفل خضراء حمراء وصفراء ممكن تكتافيوا بلون واحد فقط فغادي نخليهم هاكا كيتشحروا مزيان حتى كيطيبوا ومن بعد غادي ندفع ليهم وغادي نخلي الحشوة حتى كيتبرد تماما من بعد غادي نبدأوا نوجدوا في الفطائر ديالنا فالحشوة هي هادي من اللي وجدات كنخلي واحدة كيتبرد تماما منديروهاش في العجين وهي مازال سخونة فالعجين هاكا من اللي تضاع في الحجم ديالها فغادي نفرغ منها الهواء اللي كيتكون فيها كيف ما كتشوفوا العجين كتجي رائعة بزاف خفيفة واحتملي كاتبرة كتجي روعة ولو انها بيدون دلك فهكا من اللي فرغت منها الهواء اللي مشكل فيها فغادي نشكلها لكورات ما اللي شكلت العجين هاكا لكورات غادي نحتاج بالنسبة للحشوة الحشوة اللي حضرنا مع الجبن اللي محكوك غادي ندهان سطح العمل بالقليل من الزيت فقط باش ما تلصقش لي العجين في سطح العمل ما غاديش نحتاج نبسطها بالزيت لان العجين نرتبه فكت تبسط بكل سهولة بلا ما نحتاج وندهنوها بحتى حاجة هكا كنبسط العجين بهذا الشكل هذا كنحط في الأول الجبن من بعد كندير فوقه الحشوة وغادي نسدها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفو كنجمع الأطراف وكنبدا هكا كنضغط عليهم باش كتسدو ضروري فهذا المرحلة نضغطوه مزيان كنجمعوا العجين هكا كنقرسوها مزيان باش كتجمعوا وكتسد وانتفادوا أنها تفتح لنا من بعد كيجي الشكل ديالهم هو هذا وبنفس الطريقة غادي ندير الحبة الثانية كيف ما قلت لكم ما غاديش نحتاجون بسطو العجين بالزيت نهائيا فقط أنا دهنت غير سطح العمل باش ما تلسقش ليا باش نتفادى أنها تلسق ودائما كندير الجبن في الأول وكندير فوقه الحشوة وغادي نجمع الجوانب هكا كيف ما كتشوفو طريقة بسيطة بزاف وهذا هو الشكل ديالها وملي هكا كنصايبها فكنحطها مباشرة في الصفيحة اللي غادي ندخل الفرن كنفرش فيها ورق الفرن أو تدهنوها بالزيت وكتحطو فيها هكا كل حبا صايبتو فهكا من اللي كملت الكورات اللي عندي كاملين فهنا من بعد ما خملت العجين وضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفو من اللي كنشكلها كنغطيها وكنخليها جانبا حتى كيضاعف الحجم ديالهم كنجيب أصفر البيض اللي احتفظنا به في الأول كنضيف له القليل من الحليب وغادي ندهنليهم الوجه ديالهم بهذا الشكل هذا ومن بعد غادي نجيب هكا رازوار أو ممكن تستعملوا سكين موس وكتديروا هكا خطوط وبهذا الشكل هذا كتكون خفيفة متنزلوا هاش بزاف حتى نوصلوا للحشو فقط هكا من الفوق كتكون خفيفة غير كتديروا هكا خطوط خفيفة بزاف من الفوق وغادي ندخله من الفرن اللي سخنته من قبل سخون على درجة الحرارة 180 درجة كنشعل في الأول من الأسفل ومن بعد كنشعل حتى من الفوق حتى هكا كيطيبوا وكيتحمروا وكيجي الشكل ديالهم هو هادا كيفما كتشوفوا العجين كتجي خفيفة بزاف ورائعة فكنتمنى أنكم تجربوها أكيد غادي شوالي هي الوصفة المعتمدة ديالكم شكرا شكرا اشتركوا في القناة